الإسماعيلي بيتكلم مع كابتن إيهاب جلال اللجنة اللي موجودة اللقاء دي بيتكلم مع كابتن إيهاب جلال ييجي مدير فني للفريق مدير فني للفريق حلو إيهاب جلال واحد من أقبل أسماء المصرية على مستوى التدريب بغض النظر بقى إنها شايف إنه حمزة الجبل كان يكمل بس إيهاب جلال هو واحد من أفضل المدربين إيهاب جلال معروضة عليه 2 مليون جنيه مقدم تعاقد الرجل عايزيزي طبن حقه عشان كل الناس بتخدش فلوسها 2 مليون جنيه تعاقد وشرط جزائي 3 مليون جنيه 3 مليون جنيه يعني إيه؟ يعني اللجنة دي هتعين إيهاب جلال وإكاد تحصل الانتخابات كمان شهر ولا شهرين فالمجلس اللي هيجي ده كمان شهر شهرين حاب يمشي إيهاب جلال فهيدفع 3 مليون جنيه شرط جزائي فيبقى إيهاب جلال خد 5 مليون جنيه مثلا في شهرين أكيد في حاجة غلط أكيد في تفاصيل مش مفهومة بتحصل في الإسماعيلي أعتقد الأمور لازم تتلتب بسرعة عشان جميع الإسماعيلي حرام تعيش موسم صعب زي الموسم اللي عشيته الموسم ده واللي قبله صعب جدا يعني واللي قبله كمان بالمناسبة ده فيما يخص الإسماعيلي ترجمة نانسي قنقر